اشتركوا في القناة من الاثر العظيم اللي تركوا لينا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في شتى مجالات الحياة وكان من اجمل ما تركه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو ادب الحوار فكيف نختلف وكيف نتحاور وكيف نتعلم من رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام ادب الحوار هذا هو موضوع لقاءنا اليوم مع فضلتها العلم الجليد دكتور عمر عبد الكافي اهلا وسهلا عمديل على السلام وانعرف وشاكر ان حرك جاي من المطار على طوي يعني الانسان عندما يرى يعني حلاوة ثمرة الطاعة تهون عليه المشقة الوصول ربنا ينفع بفضلتك دايما يا رب يا رب دايما يا رب اخبرنا منكم ان شاء الله من المشاهدين في البداية حراك شايف ازاي الاسلوب السائد حاليا في ادارة الخلاف هل نفتقد لأدب الحوار وليه احمد الله رب العالمين واصدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد نحن اتفقنا في بداية برنامجنا ان نلجى الى بستان اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وادب الحوار هذا هو احد الاشجار الكبيرة الظليلة الوارفة الظل المثمرة التي لو تفيأنا ظلها وتنسمنا هواءها واستمتعنا بخضرتها وثمارها كان يكون لمصر وللمسلمين وجه اخر تر عمر يبدو ان احنا عندنا شح خلقي شح بخل يعني بخل شديد ومن يوقع شح نفسه فالك هم المفلحون احنا عندنا شح خلقي في قضية انني لا احترم الطرف الاخر لان انا لو كريم لابد كما اكرم نفسي اكرم اخي اننا ممنون اخوة وبعدين القواسم المشتركة موجودة فبالتالي يعني اعجبوا الايه ان الكارثة يبدو انها تبدأ معنا من الصغر حكايت كيف نتحاور اذا سمعت في حوار في قطار او في طائرة او في اي مكان في العالم صوتا مرتفعا فاعلم انه عربي لان كان العقادي يقول جملته الشهيرة اذا ضعفت حجة الرجل على صوته علو الصوت يظن الواحد منه انه اذا انا علوت بصوتي عليك فيجب ان تكون الهزيمة من نصيبك والنصر من نصيبي لماذا؟ لان نية المتحاورين في البداية نية يجب ان تكون صادقة نعم يجب ان تكون صادقة وكان الشافعي يقول ما حاورت احدا او جادلته الا ودعوت الله ان يجعل الحق على لسانه لا على لسانه يستوي او اظهر الحق اذا كنا نتغي امرا واحدا يعني كما قلت لك مرارا من قبل اذا كان هذا كل الفرقاء الذين يتحورون وتصارعون او يتشاكسون او لا يجدون ادب الحوار كلهم يدعي حب مصر طب بالله عليك لو اننا نكره مصر ماذا تكون نتيجة هكذا بحبها او هكذا ذبنا في حبها فما بالك اذا وصلنا او وصل الامر الى اننا نبغطها او نكرهها يعني هذا الدعاء محبة العلماء الاخلاق انا همسك اتنين منهم كبار الحسن البصري رضيع ام سلمة وابو حامل الغزالي وصفره العظيم احياء علم الدين دون مدرستين اخلاقيتين احنا افتقدنا حتى في الكليات الشريعة واصول الدين مش تدريس الخلق لا يدرس الخلق ملكات ثم يعني استبيان من كتاب الله عز وجل ثم القرآن الذي يمشي على الارض وهو رسولنا العظيم يعني هو ليمثل الجانب الخلقي او التطبيق العملي لكتاب الله الحسن البصري وابو حامل تكلم كلاهما عن شهوات الفرج والبطن وافاضوا الكلام فيه الحقيقة المصريين بعد ثورة الخمس والعشرين من الاثار السلبية للانفتاح المفاجئة او لل لا اريد ان اقول الحرية المفاجئة انما للفوضى الحادثة ان اضفنا اليها والمصريين دايما اصحب اضافات سواء ايجابية او سلبية اضفنا شهوة الكلام او شهوة الحديث او شهوة لاننا معدلة على مدار سنتين وتكاملتين ارى نفس الوجوه التي تتحاور نفس الوجوه طيب معدلة اذا كنت مفسرا لكتاب الداخل ربنا يبعث لك مدد اذا كنت فقيها ربنا يبعث لك مدد طب الكلام في يعني نلف في دائرة مفرغة ليس هناك جديد نتحاور فيه طبما انت عبرت عما في داخلك وخلاص يبقى مفيش دائعة تروح للفضايا الثانية وتكلم نفس الكلام والفضايا الثالثة سبحان الله فيبدو ان شهوة الكلام تضاف الى يعني لو خرج ابو حامل الغزالي الان وجاء الينا في القاهرة او في الاسكندرية او في مصر يعني لا اضافة لموسوعة رحيانون الدين شهوة الكلام التي ابتدعها المصريون المصر بطبيعته يحب الاطناب في الكلام بطبيعته ولذلك انت لم ترسل كلامنا جميعا تجد ان اسرع متكلم بجنب الاسبان هم المصريين حتى الاداء نفسه وانتراجوا الاعلام والاقاعة 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 السريع الاقاعة السريع لان يبدو حصلة المعلومات حقيقة قوية لعمق مصر في التاريخ ولكن يبدو الترجمة سبحان الله العظيم تاتي بغير ما يعني بغير ما نشتهي او لا نريد يعني فاصبنا بشهوة الكلام شهوة الكلام لما تفاقم حجمها اصبح نحن اصبحنا لا نجيد ادب الحوار كيف لكن انت تخيل في القرآن خلينا احنا عند البستان الخطير والعظيم الخطير يعني مش العالي القدر وهذا امر القطير يعني عالي القدر ذو قيمة يعني لسيدنا رسول الله 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 والسلام انظر القرآن لما نزر عليه ويرين كيف يتحاور الخالق عز وجل ما اعتى خلقه ابليس يعني اولا يعني على على العقل المجرد لا يجوز لا يجوز هذا من مننا يتحاور مع ابليس احنا بشر فما بالك برب البشر وهو يتحاور مع اسوأ خلق الله لا اقعد ان لهم صراطك البستقيم ولا اتيانهم عن بين ايدي وعن ايمان وعن شمال ولا تجدوا اكثرهم شاكرين سبحان الله والعجيب ان الحوارات القرآنية والكلام عن الاخر ارقى مراقي يعني انا ارى او ازعم ان يجب في المعاهد الدبلوماسية وفي المفاوضين الدوليين يجب ان يدرس الاذب الحوار في القرآن له سواء كمسلم او جيد مست ليه لانا لما تجد القرآن يتكلم مثلا في سورة الكافرون قال يا محمد لنجعل يعني نعبد ربك يوما وتعبدوا اهلها تناوما او سنة او سنة او شهر و شهر فنزلت الاية الكريمة السورة الكريمة اعندما تعتقدون الى ان قال لكم دينكم وله دين هذا الرقي لكم دينكم وله دين دينهم في عرف الاسلام ايه دين حق ولدين باطل 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 تماما ودين الذي عليه رسول الله سلام دين الحق لانه من لدن حكيم خبيل داخرار ما ذلك هل وصف او وسم القرآن دين الكفار بأنه دين باطل أو تافه أو لا قيمة له لم يقل لكم دينكم الباطل ولي دين الحق شو الأدب عالي إزاي لكم دينكم ولي دين سبحان الله لما تحاور سيدنا إبراهيم مع أبيه هو يعلم أن أباه يعني على شر طريق آذر وهو صنع للتمثيل ولكن يعني يا أبتي إني أخاف أن تكون للشيطان ولي يا أبتي يا أبتي يا أبتي الكافر الجحل ماذا يقول له لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مالية كيف انقص سيدنا الخليل الحريم الأواه المنيب في أدب الحوار العالي ماذا قال له قال سلام عليك سلام عليك يعني إيه يعني أنت سالم مني أنت لن يأتيك من عندي شر سلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتذلكم ما تدعون من دون الله القرآن يوضح لماذا يستغفر الخليل لأبيه الكافر رغم استبيان كفره فلا هو كانت مسألة وقتية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه المنيب إذن أدب الحوار لا يهم أن الذي أمامي سيء الأدب أو ملكاته سيئة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظة سبحان الله إن عائشة ترد على اليهود ويقولون السام عليك يا محمد الموت عليك يقول عليكم فلما انتبهت أم المؤمنين عائشة أبت ودي بنت الصديق أبت أن يقال لرسول الله مثل هذا الكرام قالت وعليكم اللعنة أبناء الخلالة والخنازير هل رضي الرسول عن ردها مع أنه ده رد فعل هي لم تبدأ ولكن كان فعل ورد فعل والبادي الله لكن قال يا عائشة المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخام في الأسواق قضية الحوار نحن يجب أن نعلمها أبناء بس في نقطة فضلتك بالي لما نقول أدب الحوار إيه مواصفات هذا الأدب هل أي حوار لازم ينتهي باتفاق إذا لن نتفق هل ده معناه نحن نكره بعض لا لابد في مسألة الحوار أننا لي رأي وأنت لك رأي لكن في آخر المطاف نفرض جدلا لم نتفق فلنفترق أحباء فلنفترق أعزة فلنفترق أخوة ليه؟ لأنني أدعي أن معي الحق الذي لا باطلة فيه وأنت تدعي أن معك الحق الذي لا باطلة فيه فاختلفنا في الآخر لا داعي أبدا لأن نغتاب بعض وننتهك أعراض بعض ونتخلم على الآخر ونصغر بالمستوى لأن لو وجدت ثمرت شجرة الشح الخلقي جيمني أو يعني ثمرت لما تزرع الشح الخلقي أول شيء أبدأ بالاستهزام من الطرف الآخر إن هؤلاء شذمة قليلون وإنهم لنا لغائض هاخذ قال فرعون لأنه ضعيف الحجة هو لما تحاور مع سيدنا موسى هل سيدنا موسى وسمه بما وصفه هو الكريم حتى يعني لما إني لا أظنك يا 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 موسى مسحورة قالوا إني لا أظنك يا فرعون مثبورة بس الله انتهت حركة المشرك مكة لما حبه ياصف والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر أو مجنون وهذا لتفاهة آرائهم ليه أصلا لو كان ساحر عمره ما يكون مجنون صحر لا الساحر ده في عقل يوزن بالد بحلها وما يطحق على الناس ولو كان مجنون عمره ما يكون ساحر صحيح فلو طب خلاص لا ساحرة خلي الشاعر أي خلاء مهم اسمحان الله قال فمن ربكم يا موسى هذه حواره فرعو قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا فالإجابة مقنعة قال فما بالو القرون الأولى دخلوا في حوار جانبي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يأس خلاص تبقى اذا هذا يمتص موسى المحاول امامه لان انا عندما افتقد ادب الحوار اول شيء ابدأ بالاستهزاء ثم بالتحقير ثم بالسخرية ثم بان يعني ايه الغيبة والنميمة والخوض في العرب واطلع الفضية اللي اجتم واطلع الفضية اللي اجتم وبعدين اخذ جملة من جمله اقططعها اضف لها كلمات نبدأ في السخرية نبدأ في الاستهزاء نبدأ في هذا ليس من ادب الاسلام ليه لان ما ينفض من قول الا لليه رقيب عتيد قال رجل لعمر بن الخطاب اتحب ان انصحك امير المؤمنين قال ان نصحتني على الملأ لن اقبل منك انصح هاي سنصحني خذنا على الجنب انصح النصيحة على الملأ فضيحة لكن لما اعطينا ثورة 25 مليناير وربنا سبحانه وتعالى وهبنا هذه النعمة فلالاسف الشديد نحن لم نستطع ان ان نشكر او نقيد النعمة الموجودة وان نصطاد النعمة المفقودة فقدم اتنين هل حددك الان ان خلافاتنا في مصر ممكن توصل زي ما بيحذر البعض الحرب الاهلية او الى صدام عنيف لا بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب المصري كما قلنا من قبل هو من طينة النيل طينة النيل تقبل القولبة وتقبل يعني فيها مسام وفيها ليونة انا ان شاء الله يعني باذن الله رب العالمين لم يحدث في مصر مهما حدث لم تحدث حرب اهلية لا الشعب المصري صينة الناحد احنا مش عرقيات ولا يعني ولا اثنيات ولا ولا مذاهب شتى بالعخص احنا كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مسلمين وال واخواننا في الوطن المصارى احنا يجب ان نكون على قلب رجل واحد لكن انا رغم الخلاف ورغم ارتفاع الاصوات ورغم عدم او تبخر ادب الحوار من بيننا لكن ان شاء الله بعد ان يعني يهمد الجميع من كثرة الكلام ومن كثرة الصياح وبعد هذا اللهات العجيب على الفضايات وعلى وسائل الاعلام ارى الله اعلم ان يعني المسألة ان شاء الله رب العالمين باذن من المصريين تحت خط الفار ازاي كون الاطفال مثلا في الشوارع مؤدبين في تعاملهم مع الحكومة اللي هي مش مهتمية بهم لا اولا شوفوا يعني تعجبت اول امس من يوميا كان اخونا الكريم ما شعب على الوستفاه من هو يدي ورصد ان كل مئة ساعة فضائية نعم في 92 ساعة فضائية شتيمة من التيار لتيار يعني الله يوم القيام سوف يأتي لي بحسناتي وسيئتي لكن انا لما اعارضك واخترف معك لا اذكر انه سيئتك يعني ما فيكش ولا صفتك هكذا يصير الاخر شيطان بلا شيطان بيننا دي الله خلق تلت انواع من المخلوقات بس عشان نقعد القواعد خلق نوع لا يعرف انه الخير ولا يعرف طريقا للشر ودي طائفة الملائكة مبرئين من العين تمام وطائفة اخرى لا تعرف للخير طريقا ولا ينازعها الخج هؤلاء طائفة الشياطين والابالسة في طائفة النص مركب فيهم جانب الخير وجانب الشر ان غلب جانب الخير على جانب الشر صاروا عند الله افضل من الملائكة ان تغلب جانب الشر على جانب الخير صاروا اسوأ عند الله من الشيطان فانا ارى والله اعلم ان نسدده وقاربه يعني سبحان الله رجل ورث تلكة مثقلة بديون بالله عليك هل اطالبه هو وارد لهذه التاركة بتاعت ابوه وعليه ملايين سبحان الله فجأة ان يبني مصانع وان يصطح المزارع وان يعمل بنية تحتية ولا نصبر شوية نعم يعني بس المشهد الاعلامي يمكن فضلتك في تحت موضوع الاعلام وحجم الساعات وحجم الشجار المتبادل بين اجهزة الاعلام يعني شايف ان هناك صراع بين الاعلام الليبرالي والاعلام الديني وهل الضحية في النهاية هو المواطن هو اذا اتفقنا ان الاعلاميين للنخبة يعني متفق بملايج يعني نخبة ثقافية على اقل تطلع على ما لا يطلع عليه العوام الناس نعم يعني عندهم اخبار لا يعرفها الناس العوام او لا اعرفها انا استخدام هذه المعلومات في الكيدر الاخر والدسر الاخر وتوسيع دائرة الخلاف هذا ليس من باب الامانة العلمية الامانة الاعلام تختضي ان سبحان الله تترعام رؤونك شيء المحامد بن الحنفية رضي الله عنه وسيدنا علي بعد ما ماتت فاطمة تزوج امرأة من بني حنيفة فكان سيدنا علي كان يستهدنوا يا رسول الله لو تزوجت يوما او انجهت يوما او اسمي باسمك واكني بكنياتك قال نعم فلما ماتت فاطمة بعد ابيها بستة اشهر تزوج فانجم محمد محمد هذا يعني اخذ من ابيه ملكاتي في الشجاعة والعلم والاخر فكان الناس يغير صدر محمد لانه يقال محمد ابن علي وهو محمد ابن علي عشان يميز بينه بن الحسن والحسين هم الى البيت فكان يقول يعني ابوك يعني دائما في المغارم يقدمك في الحرب هو من الامام سبحانه ويقول دائما سبحانه ويؤخر الحسن والحسين يقول الحسن والحسين بالنسبة لابي هما عيناه وانا بالنسبة له فانا يمينه او يديه والانسان يحمي عينيه بيديه عشان يولق باب سبحان الله والرجل الاعراب اللي دخل فوجد عمر بن الخطف فسهل سؤال فاجاب عمر فدخل على ابي باقر قال انت الخليفة ام هو دي واحد جاي من فتنة قال عشان يولق الباب قال ابو باقر هو اذا شاء بس وهما في طريقهما الى سقيفة بن ساعدة ما لازم نازم نرتقي اظل تحت كده سبحان الله العظيم فقال ابو بكر عمر يا عمر مد يدك لابيعك قال والله يا ابا بكر ما رأيت لك مذ اسلم فهة خطأ يعني الا هذه مد يدك انت لابيعك قال يا عمر انت اقوى مني فيقول عمر ولكنك افضل مني يقول ابو بكر ولكن فضلي بقوتك يبقى لما يكون هذا المستوى السامخ من الحوار هذا الادب الحوار هنا نحن من هذا الادب الحوار يعني صحيح لما الف ابو حنيفة كتابه في الفقه قال ابا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه الله هذا بهذا المنطق دخل ابو حازم على عبد الملك بن نروان قال يا ابا حازم شوف ادب الحوار بين عالم وحاكم لماذا نكره الموت واضح من المؤمنين كنا نكره الموت صحيح قال له يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم والانسان لا يتمنى ان ينتقر من العمران الى الخرام قال واين نحن من الله احن في المسافة فين قال اعرض نفسك على كتاب الله قال في اي جزء يعني قال ان الابرار لا في نعيم وان الفجار لا في الجحيح يدي يدي قال واين رحمة الله قال ان رحمة الله قريب من المحسنين فقال احد الحاضرين قسوت على امير المؤمنين قال اسقط اتنافقونه حتى تهلكوه والله ما اهلك فرعون الا اتباعه هذا كلمة صادقة فيها ادب ايضا فيها سمو فيها توضيح للقضية فيها سبحان الله العظيم هراق لمرة ارسل عبد الملك ابن مروان في اتنين من اتباعه الكتب السير بتصف واحد منهم طويل طول بين وعريض كأنما هو شجرة ضخمة متحرك والثاني ضخم بحيث لو وقف بجواله رجل كأنما وقف بجواله طفل صليل فالناس الاوروبيين من الزمان عندهم مسالة منظرة حتى سيدنا معاوية وعكرمة لما استقبل عمر بن خطار استقبلوه باجمل الثياب وعمر جاي وراه بالطوب بالحجارة ما هذا عمر جاي ثوب وفي سبعتاشر رقعة ومعاوية لابس وعكره فقال معاوية نحن بين قوم يعني يجلون هذا المنظرة المهمة عندهم قال ان كان كلامك صادقا فهذا كلام اديب وان كنت كاذبا فهذه خدعة اريب لا امرك ولا انهاك المهم بعث له الاثنين دول وقال له يا امير المؤمنين لو كان عندك اثنان يساميان هذين فاخرشهما يعني لو عندك اثنين بهذا الحج زي مصارعين او غيره فامير المؤمنين استشار رعيته اللي حوله يعني قالوا والله ما فيش الا يعني اثنين يا اما قيس ابن سعد ابن عبادة ومحمد ابن الحنفية بس محمد ابن الحنفية يعني مش هيوضة يعني يعني كيف يقبل يعني يدخل في مصارع وكلامين المهم راحوا الاثنين فقيس ابن سعد ابن عبادة كان ابوه طويد جدا وكان هو كذلك فاعطى سرواله للرجل الرومي قال البسه سرواله من البسه من تحت الارتوب ده فوصل الى ترقوته فلك انتخاذ اذا قيس كيف حجمه ومحمد ابن الحنفية قال للرجل الثاني اجلس وانا اقيمك او تقعدني او انا اقعد فاقعدك او تقيمني فرجل لا انا اجلس وانا استطعت ان تقيمني فجذبه جذبة شده من فوق الارض فما كان من الرجل الا ان قال لا انا اجلس واسحبك الى اسفل فجلس فسبحان الله العظيم حصل العكس ايضا محمد ابن الحنفية ثم قال هذا من فضل الله سبحانه لا رفع صوتهم ولا قلوا ادبهم ولا سبحان الله العظيم يعني لا ترسل ادب الحوار ده مهم يخلي الناس تحب بعضها خلينا حركة يعني فضلتك لو نتكلم بقى عن شكل ادب الحوار في سلوك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وازاي كان يدير عليه الصلاة والسلام خلافاته اولا النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا اخذته جارية من كمه سبحان الله ذهب اليها وعبد الرحمن ابن عوف قال رأيت رجلا يطيل الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ينصد فبعد ان غادر الرجل قال يا رسول الله اطال معك هذا الحوار هذا الرجل حوارا طويلا فكدت ان اتي لانهاه قال اوما تعلم من هو قال رأيته يا ابن عوف قال نعم قال هذا جبريل ما زال يصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث ووالث هذا الاذب عمر رضي الله عنه لما اوقفته امرأة على باب المسجد فاطالت الوقوف فقال عبد الرحمن ابن عوف يا امت الله اطلت على امير المؤمنين فلسكت يا ابن عوف والله لو اوقفتني الى يوم القيامة لوقفت قال من هذه قال هذه التي سمع الله شكاتها من فوق سبع السماوات قال سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله اسمع تحوركم ان الله سمع الرسول ف يعني الا يسمع عمر لها والله اسمعها من فوق سبع السماوات ادب الحوار بين الصحابة وبعضهم لما تنزل الاية ابو بكر وعمر تلاحيا امام رسول الله سلم ابو بكر قال انت تريد ان تغيظني قال بل انت ابو بكر اتفع الصوت نزل جبريل بالاية الكريم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم وبعض ان تحبط اعمالكم وانتم نتشعرون فكان عمر الى ان انتقل الرسول للرفيق الاعلى يستعيده الرسول الكلام مرات ومرات كي يسمع ماذا يقول هذا هو ادب اللي هو ايه ما هو ليه في الوالدين قال واخفر لهم جناحة ذرد من الرحمة قال الولد لو رفع صوته على ابوه ده مش رفع صوته لا قال من نظر الى ابيه او امه شزرا شزرا يعني لم يعجبه الكلام امسكت الملائكة عرش الرحمن خشية ان يسقط من غضب الجبار سبحانه ده النظرة لا اشاح بيده ولا رزع بف وشه ولا لا انه مجرد نظرة للابي او الام فما بالنا ونحن نرفع اصواتنا على رسول ده في سنة 1434 هجري لانه يقول له قال صلى الله عليه وسلم يقول له هو ده حديث صحيح حول الاخوت الى بالله لكن لو قلت له والله ان كان لمركس يقول كذا وان اسبينوز يقول كذا لا يرجع معك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الادب الحوار لما جاء سهيل ابن عمر كبير المفاوضين المكيين في صلح الحوديبين كان العربي لما يهتم بالحوار يمسك رحية العربية امامه فسهيل يمسك رحية رسول الله ابو بكر يضرب اياك ان تمسك رحية رسول الله انا اعتبر انه مشرك والمشرك نجز قال اتركه ابا بكر لما بدأوا في المفاوضات قال اكتب اكتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم سهيل ماذا قال قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم اكتب باسمك اللهم قال اكتب عليه باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمر قال سهيل انا لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك محمد ابن عبد الله الصفة دي ما تلزمش انا مع ان يعني هذا اسم مسمى من الله سبحانه وتعالى قال يا علي امحى هذه قال لا يا رسول الله يا علي اين هي قال هذه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم هال سوف تسام بمثلها يوما يا ابن ابي طالب وتقبل في الصلح ما بين معاوية وعلي لما جاء ابو موسى الاشعري وعمر ابن عاص يوقعوا بنود الاتفاقية قال هذا ما عاهد عليه علي بن امير المؤمنين قال عمر لو لو علم معاوية انك امير المؤمنين ما ما كانش يحصل امحى هذه قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المهم بعد ما انتهت بنود الصلح في الحديبية كان بندل عجيب اللي اعترض عليه عمر ان اللي يروح مسلم من عند قريش الرسول يرجع واللي يرتد من المشركين ويذهب الى المدينة اللي يرتد من المسلمين يروح على مكة هو القريش لا تعيده فاعترض قال يا ابو بكر يعني كيف نرضى يعني الدنية في ديننا قال اسكت يا عمر انه رسول الله ولن يخزيه الله ابدا فاجابة ابو بكر ما شفت غريل عمر فدخل قال يا رسول الله قال اني رسول الله ولن يخزيني الله ابدا المهم عمر يقول يا رسول الله اخلع انزع لسهيد ثنيتيه سنتين من الامام فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم قال يا عمر عسى ان يكون له موقفا يوما تحمده عليه انتقر الرسول صلى الله عليه للرفيق الاعلى واسلم سهيد يوم فتح مكة وكان خطيبا مفوها وارتدت قبائل كثيرة من العرب واوشك اهل مكة لما الطلقاء اللي اسموا يوم الفتح ان يرتدوا فقام سهيد فيهم خطيبا قال معشر قريش لا تكون اخر من اسلم واول من كفر فثاب الناس الى رجلهم فسمع عمر قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عسى ان يكون له موقفا تحمده عليه يوما ادب الحوار هذا يأتي بنتيجة عظيمة للمحاور المؤدب ولا يأتي باي نتيجة الا سيئة للمحاور غير المؤدب ويجب ان يجبعنا يعني منظومة حوار يعني يعني منظومة حوار يعني نرى ان اذا تكلم احدنا يجب ان ينصط الاخر يجب بعد ان ينتهي يبدأ الاخر ان في تفنين كلامه او استضاح عمر ما او رجوع الى قاعدة معينة ويكون فيه اسس لقواعد الحوار اما الحوار الجهوني بتاع كل يوم لا اخرى صحنا يعني كان بيرام التونسي الله يرحمه يقول ايه واليهد دماغنا دماغنا وجعنا ليه اسكوت لله ليه اسكوت لله فيهد الاعلام دماغنا تصدع طب يوم سكوت لله لنصح نلتقطه انفسنا يعني لو نعمل ايه يعني زي ما قلتلك قبل كده في بعض المباريات يقول لك وقت مستقطع لما المدرب يلاقي الفريق بتاعه بدأت هزم اظن ويمكن في كرة الطائرة ربما او ما قدري انا مش خبير يعني احسن اخواننا الخبراء الرياضيين يعيبوا علينا فالوقت المستقطع ده ليه الاعلام ما نعملش وقت مستقطع احنا المتحاولين نعمل وقت مستقطع نلتقط انفسنا نبتعد بعيدا عن اللوحة نبتعد نعيد حسابتنا شوف ايه ممكن نقدمه يعني ارى خبراء منكم كاعلاميين يدسوا مع بع ويدي منظومة الشرف الاعلامي وثيقة هي اكيد موجودة بس المهم في تفعيلها ويدي مثلا الاقتصادين يوعدوا ويعملوا شيء كده للخروج من هذه الازمة وتقدم للرئيس او لمؤسس الرئاسة هذه اقتراحات سليم القضاء يوعدوا ويقولوا فيه والله عندنا خلل وفي منظومة يعني يقدمها كده يبقى كل واحد بدلا احنا زي بالضبط دكتور عامر لما من رأى منكم منقرا فليغيره بيده العلماء يأخذون في الكلام ياده للحاكم ولسانه للعالم ومشعروا بالقلب للعام انا اقول له من رأى منكم منقرا فليغيره بيده مثال انا كل يوم مثلا او واحد من الناس يخرج كل يوم يعيب على فضائية معينة دي فضائية سيئة دي طبعا بدل ما تفضح هؤلاء وتقلل من حجمهم روح يعمل مع ناس اهل قيم ومبادئ على نفس طريقتك ويعمل فضائية محترمة فيها ميثاق الشرف الاعلام انت تعيب على المدرسة بتاعت ابنك دي مدرسة اي كرام خلاص شعر روح انت ومن على شاكلتك اعمل في داخل المنظومة التعليمية مدرسة جميلة فيها من المد الاخلاقي والمد العلمي ما نتشوق نحن ان ندخل ابناءنا واحفادنا الي انت تعيب على المستشف وهكذا هذا تغيير المنكر باليال اللي هو تفعيل العمل وليس الكلام المطلق على عواهن ما الكلام كثير ولذلك يعني رب العباد سبحانه وتعالى لما يعني يعني وهب اهل الحكمة الحكمة فيقوله ايه عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل لاننا كما نقول نحن اجدادنا يعني اعربوا القول وما لحنوا في العمل ونحن لحن في العمل وربما نكون اعربنا في القول وانا اخاذ اجزم ان احنا لحن في القول ولحن في العمل فيما اقوله انا الحقيقة اذا كان اللي قالها ابو ذر الغفاري ام من يعني الالف يا اعجب لمن لا يجد قط يول ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه شايف حالك كلام ده ازاي لا هو ابو ذر رضي الله عنه له قصة في المال نعم الرسول منع منع ان يوليه وقال انت ابو ذر ضعيف ابو ذر لم يكن ضعيفا كان ضعيف من جزء ابو ذر في الجاهلية كان قطع طريق ولما ربنا هده للإسلام كان عنده عقدة داخلية من اصحاب الاموال نعم خاف النبي صلى الله عليه وسلم اذا وله ولاية محافظة زي ما نقول مثلا الاولي على ولاية معينة ان يترصب لاصحاب الاموال واصحاب الاموال دول اساس اقتصاد المجتمع نعم قال يا بكر انت رجل يا ابو ذر انت رجل ضعيف هو كان عنده يعني يرى ان صاحب المال اذا لم يخرج زكاة ماله او صدقاته يجب الفقير ان يقوم ضده بثورة لدرجة انه لم يسكت لعثمان رضي الله عنه لم يرى عثمان ما هو ما استطيع ان نقول ان الامة اختارت عثمان لان كانت تعبت من جفاف اسلوب عمر من ناحية المادية عثمان ثري ابن اثرياء فوسع المسألة للتجار واللي عايز السافر يسافر واللي عايز يروح يروح عمر كان لا يسافر ولا يترك المدينة احدهم من الصحابة اذن شخصي منه ليس سيدنا عثمان وسع ابو ذر عنده موقف من اصحاب الاموال ذا كان بيحض الفقير انه لما يعني لا يأخذ حقه بالذكاة يخرج شاهرا بس يعني القضية هنا اذا عممت يعني ما هو اولا زمان نبيتر عمر يعني كان عارزين العابدين في الكوفة اربعين سنة فقراء الكوفة كلهم يفتحوا بباب الفجر له الاكل الشرب الكساء المال لا احد يأخذه لماذا لان هذا وضع امام بيته فراني بس يعني طب انت ضع الآن اي اي مال امام اي بيت اين يذهب كل اي واحد يمر سبحانه اللي يغدب الحق البين دي سنة دي دي نعمة نعمة من النعم سبحانه الله العظيم لان يعني كان لما الصالحين يجتموا كان يقول ان كان في ما تقول غفر الله لي وان لم يكن في ما تقول غفر الله لك وخص انت تقول عليك كذا انا ارفع عليك قضية وخضية سب وخضية قد يا عمي دعي الله ينتقم لك ونحن كدنا يعني طبولك شي الفضائيات التي تبث هذه الساعات في الهجوم على طرف اي ان كان الطرف يعني سوى داع على داء او داع ونحن قسمنا انفسنا اطراف دون داعي والله المهم لو توجهنا نحن باثنين لتوضيح ما يقوم به العدو الاسرائيلي ضدنا او ما يقوم به مكروب الجهل او فيروس المرض او مكروب التخلف او جرثومة التخلف الحضار الذي نحن فيه ووجهنا كل يعني كلامنا وكل نصائحنا لهذا المستوى هننجح ولا ننجح اكيد ننجح اكيد ننجح بس بادة بالحوار والآن ما اراه انا يعني ليس ادب حوار هذه يعني الاسف تحول المصريون الى ما بين موتاب ونمال والله هذه المصيبة هذه المصيبة ليه فرضنا جدلا ان فلان ده منافق واضح واضح النفاق هل يجوز لي ان اخرج على الفضائية وقول هذا منافق هل الشرع يبيح لي هذا ليه ما هي الغيبة قال ان كان في اخي ما اقول هو بخير فعلا قال ان كان فيه فقد غتبته وان لم يكن فيه فقد بهته هلا اروفين في الحديد ده بنا ان شاء الله اين اذهب انا سبحان الله لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه هو التراشق بالالفاظ انا بتعالى على الطرف الاخر فاهجم عليه واصغر من مستواه واحقر منه والتقط كلمات مجتزئة اضيف عليها هواي ومنطقي ووضحه واشرحه امام الناس الله يعني سبحان الله المعصوم صلى الله عليه وسلم لانا يقول لا تحدثوني عن اصحابي انا احب ان اخرج اليكم وانا سلم الصدر وربما يأتين الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر وانا بشر فاقضي له فليعلم ان قضيت له بشيء من حق اخي فانما اقططع له شفر من جهنم تبليه كتن لماذا يعني يعني منطق الشتاء منطق سبحانه ضايا العظيم يعني تخيل ان اللسان بعد حدقة العين لما يدفنون الاهل اول ما ندفن اول ما يسين تسين حدقة العين اول شيء ثم ينفلت الدسان من مكانه فلما ينفلت من مكانه يجف فيتكور فوش ماء خلاص النتوقات التي اسفل الدسان هذه تتحول الى اشواك فلو روحنا ندفن ماء الجديد في نفس القبر الحنوط المتخصص يقول خلو بالكم يا اخواننا كان عندنا في الصعيد يقولوا ايه يقول خلو بالك العمال يمسك في رجلك يسموا اللسان المنفلت من المتوفه عمال يسموك لفظ عام يعني لو مسك في رجل انسان كأنما انت حطيت رجلك على قنفذ فكأن اللسان سيء في الحياة وسيء في عالم البرزخ فده ماذا؟ يعني اللسان ده في القبر لما الانسان بيقبر ينفلت طبعا لانه الناس بعضلتها العضافين العضلات قالت ينفلت يبقى ده الانفد وليه ده بالله رب العالمين لانه كان سيء في الدنيا ايضا سبحان الله ولذلك هو يعني يعني مضغطان انصروا حصروا الجسد كله وانفسد فسد الجسد كله القلب واللسان والمرء بأصغري واللسان ده مغرفة والقلب ده عبارة عن آنية والله مليان عسل اللسان هيضغر في عسل اما الكلام اللي نسمعه ده ده محصل لمش ولا فسيخ ونسأل ده السلام مولانا يعني يا ربنا ديك الصح احنا شكرين جدا وشكرين حضورك يعني رغم رحلة السفر المجهة جدا وربنا ينفع بك دايما ونرجو ان يعني ان نختتم ماذا الحوار بدعا وانو امن خلفك سبحانك اللهم وحمدك اللهم صلي وسلم وبالك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء اطرد عنها شياطين الانس والجن يا رب العالمين اللهم ارزقها من عندك رزقا رغدا يا اكرم الاكرمين وانزل عليها من بركاتك وخيراتك يا ارحم الراحمين لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اوفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه واعنه يا رب العالمين ببطانة الخير التي تحثوا على الخير وتحضوا عليه اللهم وفقنا واجعلنا على قلب رجل واحد ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحة اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرت ولا مريضا الا شفيت ولا عسيرا الا يسرت ولا كربا الا اذهبت ولا هما الا فريت ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هديت ولا ميتا الا رحمت ولا حاجة من حوائل الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم من اراد بنا وبمصر سوءا فاردد الله هم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين واهتم لنا منك بخاتم للسعادة اجمعين وصل الله على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم يا رب تسليم كثيرا موسيقى موسيقى